هي أمراض موجودة ونصادفها بشكل أسبوعي أو شهري في العيادات الخارجية وفي إخسام الإسعاف وبادئة ببدء نتعرف على عناصر المحاضرة فيها مقدمة نائلية عمل العضلات الفيزيولوجية أو التشريحية بشكل مبسط إضافة إلى مرورنا بالحثل العضلي ثم نتطرق إلى الالتهابات وأهمها التهاب العضلات العديد والتهاب الجلد والعضلات درمتوميوزاتيس ثم اعتدال العضلات الشامل مرورا باعتدالات العضلات الصماوية والمتقدرية ونهاية دوائية المنشأ فكما تعلمون جميعا يوجد في جسم الإنسان بشكل عام ثلاث أنواع من العضلات هي المخططة والملساء والقلبية العضلات الهيكلية المخططة ثم العضلات الملساء والتي تتميز بأنها ذات تقلص بطيء إضافة إلى النوع الهام جدا من العضلات وهو العضلة القلبية وتقلص على إرادي قوي ويحدث بشكل إيقاعي منتظم دبلوب ويعد القسيم العضلي الوحدة الوظيفية في العضلات وهو أصغر وحدة تقلصية وظيفية مسؤولة عن تقلص العضلة بشكل عام فهناك مخطط بسيط يمكن أن أتحدث عنه وأتطرق إليه عن آلية عمل العضلة بشكل عام فنلحظ أنه يوجد بحث كامل كان لدينا في مادة النسج والتشريح المرضي عن آلية التقلص العضلي لكننا هنا نستطرد بعض الأفكار مرورا بخيوط الأكتين والميوزين فالليف العضلي هو خلية أسطوانية طويلة متعددة النواء ويتألف بدوره من مجموعة من الوييفات العضلية حيث تجتمع الألياف العضلية بشكل منتظم ضمن حزمة متسقة منتظمة والتفاعل العضلي يحدث بين خيوط الأكتين والميوزين مما يؤدي إلى حدوث التقلص العضلي وهذا التقلص يسمى حلقة الجسور المعترضة ويحدث وفقة سلسل معين حيث يكون رأس الميوزين في البداية وقبل التقلص ممتدا بشكل عمودي باتجاه خيط الأكتين ولكنه غير مرتبط بالأكتين فنلحظ أن هذا خيط الأكتين وهذا خيط الميوزين ممتد معه ولكن لا يتصل معه ليس متصرا بعد في الحلقة الأولى نلحظ أن الجسر غير مكتمل بعد ما في وصل بين الخيوط العضلية السميكة والخيوط العضلية المحيفة أو الرفيعة ثم بعد ذلك يحدث بوجود الطاقة عن طريق الجزء الفوسفات إلى أن يتصل الجزئان مع بعض ما البعض بشكل عمودي حيث حقيقة الأمر تتحد الرؤوس بوساطة الطاقة أدنى أدنوزين ترايفوسفيت عبر إنزايم الأيتيبيز والذي يكون بفعالية رؤوس الميوزين حيث تقوم بشطر الأيتيبي في حال ارتباطه إلى أيديبي أدنوزين دايفوسفيت ثناء الفوسفيت وتتحرى جزئة الفوسفيت وتبقى منتجات هذا الشطر مرتبطة بالرأس الذي يختزن الطاقة ليستخدمها في شد الخيط الرفيع باتجاه مركز الساركومير دقيقة يزول التفعيل أو الفل التثبيطي لمعقدة لتروبونين وتروبومايوزين بوساطة الشوارد الكالسيوم والمواقع الفعالة تنكشف عن خيط الأكتين ما يؤدي إلى ارتباط رؤوس الميوزين بهذه المواقع الاتحاد بين رأس الميوزين والموقع الفعال الأكتين يؤدي إلى تحرير الفوسفات فينتج عن ذلك تغير شكلي في الرأس إذ يميره باتجاه مركز الساركومير وهذا يعطي ضربة القدرة الباور لجذب خيط الأكتين بعد أيامين الرأس للجسر المعترض يحدث تحرر لثناء الفوسفيت ويرتبط مكانه الثلاث الفوسفيت ويؤدي إلى ارتباط إلى ارتباط الرأس بالأي تي بي إلى انفصاله عن موقع الارتباط والأكتين وثم يشتر الجزء الجديد وتقوم الطاقة المتحررة بإعادة الرأس للوضعية العمودية استعداداً لبدء ضربة عضلية جديدة كخلاصة القول هذه حلقة تلخص حلقة التفاعل أو الأكتين ميوزين بداية نجد أن رأس الميوزين منفصل عن القطعة الرفيعة المسمى بالأكتين ثم تتحرر طاقة من دونزين ترايفوسفيت جزئة فوسفيت واحدة ويبقى جزئتين من الفوسفيت مع دونزين داي فوسفيت هذا يؤدي إلى تطاول وارتباط رأس الميوزين بجزئة الأكتين عبر تشكيل هذا الجسر بينهما بين الميوزين وبين الأكتين فتتحرر جزئة الطاقة بي لما يؤدي إلى تغير شكلي في هذا المقطع بين الأكتين والميوزين وتحدث الضربة العضلية تحدث الضربة العضلية ويتحرر أيضاً جزئة من الفوسفيت ثم بعد ذلك يرتبط جزئة ثلاثي الفوسفيت أدينوزين يرتبط جزئة جديد إلى رأس الميوزين وعند ارتباطه أيضاً يتحرر الأكتين من ارتباطه برأس الميوزين إذن الارتباط والتحرر يحتاجان بشكل عام إلى الطاقة فالعضلة بتقلصها واسترخائها حسب أنواع العضلات في العام الأغلب تستخدم طاقة وثم تحدث مع عملية الهدرلا للATP ويرتبط جزئة الفوسفيت وتعود الحلقة كما كانت فلذلك عند لبناء قوة عضلية أكبر أو بناء حجم عضلية أكبر يقوم الرياضيون بإجراء حركات عضلية بأوزان معينة حسب قدراتهم وحسب تدريبهم بحركات بطيئة نسبياً سواء بالتقلص أو بالاسترخاء يجب أن تكون الحركات بطيئة للحصول على جزء الحصول على بناء حجم عضلية أكبر لأنك ليهما يستهلك الطاقة إذن هذه الآلية بشكل بسيط ننتقل بعد ذلك زملاء العزاء إلى أنواع الألياف العضلية المخططة تصنف الألياف العضلية المخططة تبعاً لسرعة تقلصها وطريقة حصول التقلص وطريقة الحصول على الطاقة إلى أنواع متعددة أولاً ألياف بطيئة ثانياً ألياف سريعة الألياف البطيئة أو الحمراء وهي من النمط الأول تايب 1 تقلصها بطيء لكنه مستمر وقوي وتحصل على الطاقة من الأكسدة الهوائية وتشكل عضلات الأطراف هذا النمط من الألياف البطيئة والحمراء وخاصة عند العدائين عند عدائي الماراتون أما الألياف السريعة والبيضاء تقسم إلى ثلاث أنواع تايب 2A وXB تزداد السرعة فيها بالترتيب من A XB تقلصها سريع ولكنها عرضة للتعب بسرعة تحصل على الطاقة من الأكسدة الهوائية ومن تحلل السكر أكسدة الهوائية وتوجد في أفخاذ الدجاج وتوجد أيضا في عضلات رفعي الأثقال والماط الألياف العضلية الضخمة أستطيع أن أعطيكم بدقيقة ترجمة نانسي قنقر ننتقل إخوتي العزاء إلى خمائر العضلات الإنزائمات وأهمها كرياتين كينيز ونتحدث فيه بشكل عام لأنه هام جدا ومتوفر في أغلب المخابر في مناطقنا وهو الركيزة أو عفونا الخميرة أو الإنزائم الأهم من ناحية الخمائر العضلية وعمله يتم عن طريق أنه يتم تصنيعه بالكبد ويوزع لبقية الأنسجة فيما بعد ويتشكل كرياتين عبر سلسلة من التفاعلات تبدأ بارتباط الجليسين مع الأرجينين ومن ثم تتم فسفارته ضمن العضلات بوساطة إنزائم كرياتين كينيز إلى فوسفو كرياتين الذي يعدل وقود الجهز في العضلات ويتخرب الكرياتين ويترح بوساطة الكلية أنماط الكرياتين كينيز هي ثلاثة خاص في الدماغ والقلب والعضلات الهيكلية والقلب سيكي وان تو ثري سيكي وان هو البرين الموجود في الدماغ بي بي وارتفع في اعتلالات سنتر نيربا سيستم أمراض جون العصب المركزية سيكي ام بي كما تعلمون يوجد في القلب وارتفع في الإصابات القلبية الحادة والام ام ثري يوجد في العضلات الهيكلية وعضلات القلب اثنين لاكتيت دهيدروجينيز وهي نزعة هايدروجين الليكتيت وهي خميرة موجودة في جميع الخلاحية تقريبا وجدنا خمس انواع وجد نوع الخامس في العضلات ويفيدنا في التشخيص احيانا والالدي اتش لاكتيت دهيدروجينيز ايضا ممكن اي يفيدنا في الامراض اخرى قد يتم اتطرق اليها في امراض الورامية او الامراض الكبيدية او بعض الامراض الالتهابية الدوليز وهو انزايم حال للغلوكوز يحبز تحويل الفروكتوز ستة واحد ثناء الفوسفات الى غليسير الديهايد ثري فوسفات وثناء هيدروكسايد الاسيتون عبر المسار الايضي لتحلل السكر وهو هي عملية استقلابية بحتها ولو ثلاث انواع ABC الاي يوجد في العضلة ترتفع في الحثل العضلي والديستروفي والدوليز يوجد في الكبد ويرتفع في الهيباتايتس في الالتهابات الكبد والسي يوجد في الدماغ اذا الدوليز سي يوجد في الدماغ والثرياتين كينيز بي بي يوجد في الدماغ في ذلك الامر بعد ان تعرفنا على الالية الفيزيولوجية والبنية النسيجية البسيطة للعضلات بشكل مبسط عفوا وهي معقدة نتحدث عن الحثل العضلي وهو اهم واول امراض التي تحدث عنه في طب الأطفال بشكل عام عنها مرضين والعصبية حثال بيكر وحثال دورتين بيشتغل فيهم بشكل أساسي ديستروفيين بروتين ديستروفيين فهي عبارة عن مجموعة من الأمراض التي تسبب ضعفا تدريجيا وفقدانا في كتلة العضلات حيث تتدخل وجينات غير طبيعية هي الطفرات متيشنز تتدخل متيشنز مع البروتين بروداكشن انتاج البروتينات اللازمة لتكوين عضلات صحية يوجد للحثل العضلي أنواع عديدة تختلف بأسبابها وتظاهراتها السريرية وأهمها حثل دوشن وحثل بيكر بيكر يكون أخف من دوشن والمشكلة في كلاهما هي مشكلة بروتين الديستروفيين حيث تكون كميته قليلة في حثل بيكر ولكنها معدومة تقريبا في حثل دوشين يختفي مع الزمن ما يؤدي إلى الحثل العضلي ولكن باقي أنواع الحثول العضلية ليست الضرورة أن تكون خلال في ديستروفيين إذ أنه من الممكن تكون في تفرات مرمزة لبروتينات أخرى حثل دوشين وتسألون عليه في أمراض الداخلية وأمراض الأطفال وحتى الجراحات وحتى العظمية وحتى العصبية هو عبارة عن مرض حثلي وراثي مرتبط بالسبغي X أي أن الذكور يصابون به بشكل أساسي ويورث عن طريق الأم الحاملة للنقل للمرض وغير مصابة الأم حاملة للمرض وغير مصابة وغالباً يكون أخوال الطفل أخواله يعني قد يكون مصاباً لأنه أوتوزومل أعفوان إكسلينك تريسيسيف يعني وراثة مرتبطة بالسبغي الجنسي X يكون أخوتها للأم مصابين الأم ناقلة الطفل مصاب إصابة الإناث نادرة وإن أصيبت فتكون ذات تظاهرات سريرية خفيفة إذن الطفرة في بروتين الديستروفين غياب الديستروفين من العضلات وتموتها مع الزمن ما هي الإتيولوجي ما هي الآلية المرضية الديستروفين هو بروتين يربط بين خيوط الأكتين داخل الخلية العضلية والمستقبل الموجود على غشاء الخلية حيث يمنعها من التحرك أكثر من حد الطبيعي المسموح به عند وجود مشكلة في جين الديستروفين يسمح البروتين الناتج عن ذلك غير قادر على أداء وظيفة بالارتباط أو بالربط بين المستقبل وخيوط الأكتين مما يؤدي لحركة زائدة غير طبيعية في العضلة أي في حارة عدم ثبات تؤدي الحركة الزائدة إلى انقطاع في غشاء الخلية حيث يؤدي هذا انقطاع إلى حركة حرة للشوارد بين داخل وخارج الخلية العضلية وذلك لعدم موجود جدار لنظم حركتها ومن هذه الشوارد الكالسيوم وهوهام جدا حيث يؤدي دخول شرط الكالسيوم داخل العضلية إلى تحريض مجموعة من البروتينات التي تتجمع لتخرب الخلية العضلية ويحدث تراكم للنسيج الشحم واللي في مكان النسيج العضل المفقود ثانيا خروج انزايم كرياتين كينيز إلى خارج الخلية مما يؤدي إلى ارتفاع نسبتي في الدم لذلك فإن أول مشعر لحدث حثل دوشن هو ارتفاع سيكي كرياتين فوسوكينيز في الدم لقيم كبيرة جدا تعد بالآلاف الطبيعي هو مثلا للمية 110 حسب المخبر أو المرجع والوحدة المقاسة نجده قد ارتفع عشرات الأضعاف مثلا العشرات يعني في مثلا الحقن العضل أذية عضلية رض عضل مايوزايدس أما في حال الخثل يتفع إلى الألاث تات أربعة ألاف ما نشوفه بالحالة السريرية خمسة ألاف أحيانا جزء أكتر يحدث نتيجة لهذه الآليات تليف تليف يعني حلول الألياف النسج الليفي والدهني في الألياف العضلية المصاب بالمرض ويحل هذا النسيج مكانها يعني بصير عضلة كبيرة بس على الفاضي حجمة كبيرة بشكلها لكنها ليست كبيرة لأنها ممتلئة أليافا عضلية وإنما بسبب تراكم الألياف الشحمية ونسج الليفي الصورة الأولى التي ذكرناها نلاحظ دورة ديستروفين في الربط بين خيوط الأكتين وغشاء الخلية فهذا المطرق خارج الخلوي Extra Serial Matrix هذا ديكيسترو أو ديسترو غليكان كومبليكس المعقد الذي تشكلنا تشتري الارتباط وهذا ديكيسترو أو ديسترو غليكان Bending Int هذا نهايته عم نشوف نهاية الارتباط الأكتين هنا وهذا الجسم الأحمر المركزي وهذا هو بروتين ديستروفين فهذه هي شبكة الأكتين وهذا غلاف أو غشاء الخلية العضلية هذا الربط بينتهم فإذا ما فيه ديستروفين ما في ديستروفين فرحي نفك هذا الارتباط وبتالي هذا رح يطلع ورح يصير في عنا خلل وتقطع فيه غشاء الخلية العضلية وتخربها عم نشوف أنه ما فيه ديستروفين يربط الخيوط والشبكة العضلية فتقطع الديستروفين مموجود فتقطع غشاء الخلية العصبية العضلية عفون مما أدي حدوث خلل فيه وتخرب غشاء الخلوي يعني Breakdown الصورة الثالثة هو حركة short calcium من خارج خلية لجواتها فتت calcium ions من extra cellular matrix لinside فصار في عنا التفاعل العضلي داخل الخلية العضلية وحدوث تخرب الصورة أربعة الكرياتين كينيز خرج من داخل الخلية العضلية إلى خارجها هذا الكرياتين كينيز هو إزائي المسؤول عم نشوف هي الألياف بمقطع جانبي الألياف طولانية النسيج الشحمي هذول الألياف المضيئة نسبيا الفاتحة هي لازم تكون ألياف عضلية وإنما الآن هي مع الأسف ألياف شحمية خلايا نسيج ليف هو شحمي حل مكان العضلات إذن ما هي التظاهرات السريرية التظاهرات السريرية أول شي الولد بنولد وضعه كويس أموره جيدة وما عنده أي مشكلة بنته بلعبه بزحف قد يتأخر في المشي قد يتأخر في الزحف بعض الحالات ولكن مشكلة عام يكونوا أقرب إلى الطبيعي وما بكون عنده أي مشكلة لكن سبحان الله التنكس بيبدأ عنده بعمر أربع سنوات تقريبا وتقريبا بعمر ثمانية إلى اتناعشر سنة بتكون أموره صعبة جدا فا بيصير عنده بحقيقة ما تقدم الوقت ترقي بالمرض وبصير يستخدم عضلات مساعدة أكتر وما بقى فيه ويسعد على الدرج طبعا بتطيع روح الحركة بطب الأطفال بشكل عام نزلت الدرج أصعب منطلعت الدرج الولد أول شي بتعلم يطلع على الدرج بعدين بتعلم ينزل على الدرج لأنه بيطلع بيديه أجريه أول شي بعدين بتعلم يطلع بإجريه بس بالنزلة بده يصير فيه توازن أكتر يكون فيه صعوبة أكتر فهون بداية بيكون عنده مشكلة بصعود الدرج يعني ما بقى فيه ويسعد الدرج بعمر اتناعشر سنة بده ويلشير بده كرسي مساعد بتحرك مشاني في ساني يتنقل النقطة الهامة بمراحل متأخرة بالإندستيج ممكن يصيب العضلة القلبية الآن علامة جاور هي علامة التسلق علامة التسلق يعني المريض أو الطفل إذا بده يوقف على أجرينه ما فينه يوقف فورا انكسابي بشكل كامل يعني شاقولي على الأرض بشكل زاوية قائمة على الأفق فكأني إيش عبيتسلق تسلق كأني فيه قدامه جبل وعميتسلق أول شيء بيكون هيك بعدين بيرفع بيسوي تقلص الفخذ والساق وعضلات الحوض وبيرفع الجذع ثم بيعمل تقلص للترايسيبس وبعدين بنهاد حالو فهي اسمها علامة التسلق وهي علامة هامة جدا في علامات الحثل لتوشن علامة التسلق أو علامة جور كأنه يتسلق جبلا فعمل نشوف ضخامة للعضلات في الربلتين يعني عضلاته مبين أنه الربلتين كبار عضلاته مبين أنه محل العضلة الساقية البطنية كبيرة ولكنها حقيقة كبيرة مليانة دهن وليست عضلات كمان عضلة الفخذية الحوضية وأيضا نشوف أيضا عضلة قلبية متضخمة هايبرتروفي بصير فيها يحصل ما تقدم المرض التشوهات في العمود الفقري نتيجة الشد العضلي والضعف العضلي أهم التشوهات هو القعص لوردوزز حيث يكون البطن متقدم للأمام والظهر مقعر الخلف هذا هو لوردوزز صورة بالنص هاي العضلة مثل عضلات البطات نسميهم عند الرياضيين عضلة الساقية البطنية عمشوف أنه كبار كتير بس مع الأسف كغثاء السعيل ما فينه نشيله المريض ولا فينه يوقف عليهم بشكل كويس فهذا بس حجم على الفاضين أنه يفيون جوا دهن وشحم وليس عضل كيف نعمل دايجنوزز التشخيص بعد ظهور الأعراض فمنشوف من عاير كرياتين كينيز من المصل نشوف يرتفع الأرقام بالآلاف كبيرة جدا كما ذكرنا آنيفا نعمل بايوبسي إلى المصل خزعة عضلات نعمل تخطيط كهربائي العضلات ومشوف سرة التوصيل العصبي منشوف أنه هاي فيها مشكلة الخزعة بتبين للآلية الباثولوجية للخلل الموجود غياب الاتصال وتنكس الخلايا العضلية ووجودة دهن فيها تخطيط قلب كهربائي وإيكو قلب مشا نشوف تخامل قلبية تحليل جيني والبيولوجي وهذا يعني بالأكد التشخيص العلاج حقيقة صعب نسبيا وصعب جدا للغاية ويعد الكورتيسون من العلاجات المتاحة ويخف من تموت العضلات يعطى المدد خمس أيام بالشهر بالإضافة لبعض الأدوان المساعدة وهو يعني قد يكون مختلف عليه في بعض الكتاب أو بعض المراجعة العلمية تم اكتشاف علاج جيني حاليا يسمى إكزون سكيبينج وهدف هو التقليل من ترقي المرض يمكن أيضا العلاج للهضلات بالعلاج الفيزيائي فيزيو الثرابي تحسن نوعية الحياة لكن لا تستطيع العكس الألية المرضية يمكن الوصول إلى الجراحة لتسحي تشوات الفقرية في العمود الفقري والتي قد تؤدي لحدث عمليات صعوبات في التنفس ما هو الإكزون سكيبينج وجد العلماء أن الخلل الصبوي في حق الدوش الموجود في بعض الإكزونات في الجين في المورثة ومنه فإذا جعلنا ترجمة الجين تتخطى هذه الإكزونات يمكن أن ينتج بروتين فعال قادر على قيام بعمله على الرغم من أنه سيكون أقصر بروتين طبيعي يعطى هذا العلاج الجين على شكل حقا تختلف حسب نوع الإكزون الذي يكون فيه الخلل مثل دراي سابيرسن والأتي بليرسن التي تجعل الخلية تتخطى الإكزون 51 فعملية التخطي سكيب سكيب وتخطي لها الإكزون المشكلة في 51 لا يوجد حاليا علاج لحثل دوشن المترافق مع خلل الإكزون 56 فهو نادر حدوث ولا يوجد له علاج حاليا حسب المتاح للعلماء إذن حثل دوشن من الحثول الهامة جدا وأشعوها الأطلاق وتصادف هنا في عيادات العصبية وفي عيادات الأطفال وتبقونا تسألون عنه طالما كانت خصصكم داخلية أو أطفال أنواع أخرى لأمراض العضلات هذه الأنواع مجموعة من الأمراض تؤدي لضعف وضمور في العضلات المصابة ومنها التهاب الجلد أو عفوا التهاب العضلات العديد بوليمايزاتس البوليمايزاتس بشكل عام غير شائع هو مرض التهابي زايتس يعني إيتس يعني التهابي PN يسبب ضعف أمراض المناعة الذاتية الجهازية والإصابات الفيروسية والجرثومية يصيب البالغين ولكن قليل كثيرا للأطفال كيف من شخصه بالدسكارد نستبعد يصيب العضلات الدانية فقط عم نشوف عضلات العنق عضلات الفلتيفين حتى عضلات الفخدية العضلات الحوضية حتى الركبتين توجد تظاهرات جلدية ما في علامات جلدية مثل الآفات البنفسجية أو الآفات أو علامات لتنكسات لا تتأثر عضلات الوجه أو عضلات العينين هام جدا في مقاربة أمراض العضلات أن تركز على عضلات العينين وعضلات الوجه بشكل عام ما في هستوري عائلي أو تعرض سابق لأدوية سامة أو كيماوية للعضلات أو محاولات انسمامية أو حقيقة يعني انتحارية أو محاولات أو راكم لأدوية ذات مظاهر انسمامية بالإزمان كما أنه الغضض الصمي تكون سليمة ما في أمراض عصبية أو حثول عضلية مثبتة وكذلك لا يوجد أي ميداباليك ديزوردر لا يوجد أي اضطرابات استقلائية يجب استبعاد مرض اعطلال العضلات الشامل هذا الشامل لكل العضلات يجب تمييزه عن التاب الجلد والعضلات درماتوميزاتيس هذا درماتوميزاتيس هام جدا وضروري نعرفه أكتر من غيره وهو الخطر المحدق في التشخيص عندما نقوم باستبعاده في شخيص أمراض أخرى كالتهاب العضلات العديد أو غيره أو التهاب العضلات الشامل درماتوميزاتيس اللي هو التهاب الجلد والعضلات هو موبس مرض بيصيب العضلات وإنما هو مرض جهازي هيهامة جدا هو سيستاميك ديزيز يصيب مجموعة من أمراض النسيج الطان يصيب الجلد والعضلات والأوعية الدموية العراض هو مضض وألم عضلي يكون قوة عضلات طبيعية ويترافق مالتها بالأوعية المحيطية من العلامات المميزة هي علامات أو علامة النظارات طفح النظارات اللي هو هيلو تروب راش هو عبارة عن وضمة صارخة حمامية بنفسجية حول العينين مميزة جدا لهذا المرض ممكن تجي كسورة بالأوسكي متحانات العملية أنه ألم عضلي قوة عضلات طبيعية ويفرجوك صورة المصابة بتكون غالباً مصابة امرأة وعندها وضمة صارخة حمامية بنفسجية حول العينين غالباً لا تزول طفح جلدي أحمر مسطح على الوجه والجدع العلوي وعلامة الفي على الوجه الأمامي للصدر وعبارة عن طفح جلدي بيكون على شكل حرف الفي على الوجه الأمامي للجلد صدر في علامة الشال اللي هي شاول ساين أو شاول ساين اللي هو عبارة عن طفح على الظهر والأكتاف أما علامة جوترين فهي من العلامات المميزة جداً فهي عبارة عن حطاطات تتغضى على المفاصل مع عقيدات قاسية وتكلسات على البوارز العظمية وخاصة بوارز الأسطح الظهرية الباسطة ليدين وهناك توسع في العرى الشعرية في قاعدة الأظافر أيضاً نركزوا عليها كلما بتفحص مريض فحصوا أظافره أنه ميكانيكي جزاله أخير عبيعمل بسيارات بيعمل بأعمال قاسية بأيدي يعني متشققين وإيدي دائماً فيهم بتشوف مثل بقاية الزيت أو بقاية الشحمة أو بقاية العمال اللي بيشتغل فيها أياد الميكانيكي هي العلمات السبعة هم جداً نحفظون عن هذا الدرماتوميزاتس نحفظون فهي عبارة عن شكوخ متسخة وفقية غير منتظمة على سطح الراحي للأصابع في عنا مشكلة كتير كبيرة اللي هي أنه التهاب الجلد والعضلات قد يكونوا منذراً ومنبئاً بحالة سرطان البنترياس خاصة عند المسنيين هاي هامة هامة جداً وصادفتنا في الكثير من الحالات في العيادات الخارجية وكذلك في قسام الأسعاف هاي الصور هي صور ترديشنال تيبيكل بتلاقوها بالجوجل بتلاقوها بكتير مراجع لحطاطات كوترين والشكل في للطفحة الجلد وإيضاً حطاطات البنفسجية والبقاء البنفسجية الأرجوانية حول عينين بتصيب الوجه كمان وياد الميكانيكي وإيضاً عم نشوف إساعة قاعدة القاعدة الشعرية بقاعدة الأظافر والطفحة الجدعية أيضاً الموجود الأرجواني العلاج العلاج صعب العلاج صعب وعامة أن النذار ليس جيداً في ديرماتوميوزايتس بالنسبة لعلاج التهاب العضلات العديد والتهاب الجلد والعضلات نحسن قوة العضلات لتقوة العضلات في ديرماتوميوزايتس طبيعية تحسين مظاهر خارج عضلية يجب إيقاف الأدوية إذا لم يبدي المريض استجابة ولم تحسن قوة العضلية لأنه ستكون بس سيد إفكت للدواء نبدأ بجرعات عالية من الكورتيسون ثم نلجأ مثبتات مناعة ثم إلى IVIG جلوبين مناعي إذن كورتيسون ثم مثبتات مناعة ثم جلوبين مناعي الكورتيكوستيرايد جرعة فموية ملاحظات حول استخدام استيرويدات بشكل عام الزملاء العزاء لاستخدام الكورتيسونات تكون استجابة في التياب الجد والعضلات أفضل من التياب العضلات العديد يجب الحذر من استعمال الطويل في قد دي ذلك الاعتلال عضلي وضعف متزايد اسمه استيرويد مايباثي يعني المرضى بيأخذ الكورتيسونات كتير حتى لو ما كان عندهم مشكلة بالعضلات بعدين بصمعهم اعتلال عضلي بسبب الاستخدام المزمن للكورتيسونات ما يمثبتات المناعة المستخدمة مثل الميثوتريكسيت بيكوفينوليت الموفيتيل سايكلوسبورين تاكروليموس وريتوكسيماب بالحقيقة مثل ما أنه علاج صعب ذار ليس جيد 75% 3 ترباع المرضى بيحتاجوا ثبتات مناعة ما بيستجيبوا على الكورتيسون يعني عفونا الله وعياكم درماتومويزاتس الشغلة كبيرة ومرض خطير يحتاج إلى علاج كيماوي أزاثيوبرين نسبيا سليم في علاج كيماوي مثل تريكسيت يعني سليم كمان بيشبه الأزاثيوبرين تأثيرات وريسة جانبية كبيرة ميكوفينيليت مفتيل كمان يعني ماش نصعر سليكولوسبورين غير محبذ من أغلب مرضى تاكروليموس مقبول نسبيا ريتوكسيماب أيضا علاجات الحديثة المعادلة المناعة أيضا جيد جدا نسبيا التعديل المناعي نعطي جلوبين مناعي وريدي ولكن ممكن يحتاج المريض كل شهر أو كتلة الشهور حسب استجابة للمرض لأنه مؤقت التأثير ننتقل إلى اعتلال العضلات الشامل انكلوجين بادي ميوزايتس انكلوجين بادي ميوزايتس الـ IBM ويشبه كمان بي ام اي الـ Body Mass Index الوزن على مربع طول بالسنتيمتر أو بالمتر المربع هو أكثر اعتلالات العضلات الالتهابية الشيوعا يصيب كبارة سن فوق الخمسين عند الذكور يتطور بشكل بطيء وثابت غالبا ما يشخص بشكل خاطئ على أنه التهاب عضلات عديد تختفي عفوا غالبا ما يشخص بشكل خاطئ على أنه التهاب عضلات عديد ولكن يتم الشك به عند عدم الاستجابة على العلاج العراض وهي خطرة جدا عسرة البلع عسرة البلع الشغلة كبيرة تظاهر بالعديد من الأمراض أغلبكم يعرفوا أكثر مني عسرة بلع في 60% من الحالات تتأثر حركات الدقيقة بشكل مبكر كالصعوبة في أمساك الأشياء وفنجان القهوة تختفي المناحسات الوطرية بحالة ضمور عضل الشديد هناك ضعف وضمور في العضلات البعيدة وخاصة العضلات الباسطة للقدم وعضلات الأصابع العميقة يشيع السقوط لدى المرضى بسبب ضعف عضلات الفخر من ما يسبب التواءات وانكسارات في الركبة وأذيات في العمود الفقري بالشكل العام الزملاء العزاء التهاب واعتلال العضلات الشامل لا يوجد علاج فعال وناجع لحد الآن عند العلماء وهناك دراسات بحثية تقوم على ذلك فهذا المرض لا يستجيب على استيرويدات ولا مطبطات المناعة وغالباً احتاج المريض لأجهزة مساعدة لتدبير حياته اليومية ننتقل إلى اعتلالات العضلات الصماوية المتمثلة بإصابات الدرق وغيرها فتسبب ضعفاً في العضلات همها بصير عندنا عند المريض تعب عضل مرافق لها أكثر شوان من الضعف العضل الحقيقي المستويات المستلية للكلية نفسه كينيز سيكي طبيعية إذن اعتلال العضل صماوية اعتلال العضل غدية السيكي يكون طبيعي تطلبه تفرع بيناتهم يحدث هناك ضمور بالأنسجة العضلية بدلا من حيوة تحطم وتخرج فيها إذن هون عندك ضمور أكثر ما يكون وتخرج وبتستجيب للعلاج بتعالج المشكلة الغدية بطيب المريض فرط نشاط الغدة الدرقية ضمور عضلي وتعب في العضلات الدانية عضل مربعات الرؤوس الفقيدية ترافق مع اضطرابات في العضلات العينية كما ذكرنا ركز العضلات العينية فرط نشاط الغدية الدرقية في مشكلة بعضلات العين بالأساس وشو بكون في عنده جحوض يعني تكون مستويات السيكية طبيعية كما ذكرنا بالاعتلالات الغدية العضلية أبوثيروديزم قصول الغدية الدرقية يوجد فيه ضعف في العضلات الدانية في ثلث الحالات يوجد بطء في تقلص واسترطاء العضلات في ربع الحالات يعني المريض العيف التنكي مثلا والقصور الغدية الدرقية bạnعب تعالج مني هو تعبان بالأساس فعضلاته تعبانة ففي ضعف بعضلات الدانية وفي مشكلة وبطء بتقلص واسترخاء العضلات تطاول في زمن الاسترخاء في المناكسات خاصة مناكسات وترأشيل والعضلة البايسيبس فتطاول بزمن الاسترخاء في المناكسات والعضلة ذات الرأسين العضوضية تخذية عضلات كون طبيعي بالنسبة للمستويات السيكة من المنسبة للقصول للغدة الدرقية قد يبلغوا عشر أضعاف الطبيعي. يعني من كمصر الألف. لا توجد علامات في خزعة العضلات. تعمل خزعة عضلية للاستئناس بتلاقيه شيء. الترابات الغدة الكذرية تعد من أكثر الترابات العضلات المرتبة طبيعي كشريسة بمنشأ الغدي الصماوي. ويوجد ضعف في العضلات الدانية كما في العضلة مربعة الرؤوسة الفخذية. كما يحدث ضمور الألياف طيب 2B البيضاء ويترافق مع الخفاض البوتسيوم كما في متلازمة كون. وتكون السيكة مرتفعة. إذن السيكة مرتفعة بقصور الدرق وأيضا باضطرابات الغدة الكذرية. ونرى فجوات بخزعة العضلات. إذن هنا خزعة عضلاتها فجوات نتيجة غالبا والاعتلال الموجود ولكن خزعة العضلات في قصور الغدة الدرقية تكون طبيعية. المتقدرات المتقدرات اعتلالات العضلات في المتقدرات هي عبارة عن بحث كبير ويتم التركيز عليه كثيرا في كبرية المراجع ولكننا هنا نختصره لنتحدث عن الأشياء الشائعة جدا جدا فقط والأقلام ورؤوس الأقلام حتى. الخطوط العريضة لإعتلالات العضلات المتقدرية هي عبارة عن مجموعة من الاضطرابات الشائعة الناجمة عن أضرار تلحق بالمتقدرات المتقدرات المتقدرية والتي يتم التوريثها من الأم. إذن مورثات الأم هي من المتقدرات بس. لماذا الزمناء خاصة بالمتقدرات؟ يعني ليش الأب ما بورث توريث المتقدرات؟ هاي فكرتي. إذا عدنا بشكل بسيط إلى مرحلة الإخصاب في الخلية البيضية الثانوية عند حدوث الحمل. النطفة عندما تتجاوز وتجتاز غلاف أو الإخصاب المضاعف كما يسمى الخلية البيضية الثانوية لتتحول بعد ذلك إلى بويضة. فالمتقدرات الموجودة في النطفة تستخدم وتستهلك في حركتها للوصول إلى الخلية البيضية الثانوية وتبقى خارج الخلية البيضية الثانوية أي خارج البويضة أي خارج المضغة. أي أنه لا يوجد متقدرات تصل إلى الجنين من الأب وإنما المتقدرات تكون موجودة فقط من الأم في هذا السياق والتالي وراث المتقدرات تأتي من الأم. في عنا أمرات كثيرة جداً بوراث المتقدرات ومنها ما يكون اضطرابات عضلية على الأغلب في مثل اضطرابات اعتلالات العضلات الحمراء الممزقة والاضطرابات التي تترافق مع الرنح المخيخي واعتلال الشبكية الذي يحدث فيه أيضاً بإعراض مرافقة الرنح وأعلامات عوز الفيتامين إي. المهم نعود إلى اضطرابات العضلات المتقدرية ونقول بأنها ذات سير بطيء بشكل عام بين خمسة وخمس سنوات حتى تظهر ولعل من أكثرها شيوعاً هو الشلل العين الخارجي التدريجي المزمن والذي ترافق مع أكثر من خمسين من المئة من الحالات. تندرج هذه الاعتلالات ضمن العديد من المتلازمات وأهمها متلازمة كيرناس سوير. متلازمة كيرناس سوير هي عبارة عن تظاهرات سريرية تبدأ قبل سن العشرين ويحدث فيها اعتلالات الشبكية الصباغية وحصار قلب التام والرنح المخيخي. فنذكر هنا فقط على سبيل الذكر متلازمة كيرناس سوير التي توجد فيها هذه العلامات والأعراض بشكل عام. وبشكل عام تبدأ بالظهور بين عمر سن خمسة إلى خمسة عشر سنة. سن خمسة إلى خمسة عشر سنة أيضاً هو سن مميز لذات الرئالانة المداجية بالميكوبلازما والكلاميديا والليجونيلا. عودة إلى اعتلال العضلات أخرى منها دوائية المنشأ. دوائية المنشأ أهمها استيرويدات وخفضات الشحوم. بتلاقي مريض يستخدم كورتيزونات فترة طويلة بصير عنده اعتلال عضلي. بتلاقي مريض عنده بداني مثلاً عنده اعتلال عضلة قلبية عنده فرط كوليسترول الدم. يعني انكريزد فتلاقي بيأخذ خفضات شحوم كتير. فممكن بعدين الصيف عنده اعتلال عضلات وتعب عام بهذا السبب. حقيقةً إخوتي الزملاء العزاء هذه نهاية المحاضرة. تطرقنا فيها لمراض العضلات الأكثر شيوعاً واللي بتهمكم بالحياة العملية. لأن اعتلال العضلات فيما بعد أوسع من ذلك تكون تخصصية بحتة. وليس نفسنا في صدد حالياً في هذا اللقاء التطرق إليها. شكراً لكم جميعاً لحسن إصغائكم وصبركم. إذا عندكم أي سؤال تفضلوا سألوهم. إذن ما يوجد ولا سؤال. إذن الأمور واضحة. شكراً جزيلاً لكم. الله يعافيكم جميعاً. نستودعكم الله سبحانه وتعالى الذي لا تضيع ودائعه. ونلتقيكم بخير في الأسبوع المقبلة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكراً لكم.